خلال التفقد لمدينة السيارات المتكاملة الرئيس السيسي يوجه بتوفير جميع المرافق العامة وتعزيزها بنظام الأمان الرئيس السيسي يحضر صباح غد الملتقى والمعرض الدولي الأول للصنع إيطاليا تسجل على معدل تضخم منذ عام 1984 بواقع 11.9% على أساس سنوي التسعة مساء بطوقيت القاهرة السابعة بطوقيت جرينيتش نشط إخبارية مفصلة كأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات المتكاملة بالمرافق العامة بكافة أنواعها وذلك لاستيعاب تضفق المتوقع من الزوار والمتراضدين وتلبية كافة احتياجاتهم مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس السيسي بمدينة السيارات المتكاملة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بمدينة السيارات المتكاملة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة والتي تقع على مساحة 57 فدانا على تقطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر وتسع لأربعة آلاف سيارة سيادتك النهاردة يا فندم مش عرفنا في سوء السيارات الجديد بعد الدراسة والعرض على سيادتك فندم تم اختيار مكان سوء السيارات الجديد بحيث أنه يكون مكان سهل الوصول لي من جميع المحافظات يا فندم وبالتالي تم اختياره يا فندم في المكان اللي احنا فيه دلوقتي سيادتك سوء السيارات يا فندم بيقع على طريق المحاجر العين السخنة الطريق ده يا فندم سيادتك بيربط مع عدة طرق رئيسية أهمها طريق محور محمد نجيب طريق الدائر الأوسطي والطريق الدائر الإقليمي وكده يا فندم احنا سيادتك بنساهل الوصول للسوق دون التحميل على الشبكة الرئيسية القائمة أي أعباء مرورية فندم تم إنشاء السوق سيادتك على مساحة 57 فدان يا فندم السبعة وخمسين دوله فندم مخصمين كان قاتي أربع ساحات انتظار رئيسية بساعة أربع تلاف سيارة تم إضافة أفندم مظلات أفراد ومظلات سيارات وعدد 9 دورة مياه موزعة لمساحة السوق الكامل أفندم بالإضافة سيادتك لعدد 2 مبنى رئيسي زي قدام سيادتك حضرتك المبنى الرئيسي رقم 1 أفندم ده مبنى مجهز لأعمال الشهر العقاري والنيابة والمرور الدور الأرضي منه أفندم مجهز للورش سريعة الصيانة المبنى الرئيسي رقم 2 أفندم ده مبنى مجهز لأعمال البنوك وأعمال معارض السيارات وأعمال المطاعم والكافتريات وكده فندم إحنا سيادتك بنساهل على المواطن إجراءات البيع والشيرة داخل السوق بالإضافة فندم تم إنشاء مسجد بساعة 250 مصلي بالإضافة فندم لمبنى حماية مدنية شرطة إسعاف إطفة بالإضافة فندم تم إنشاء مبنى إداري لإدارة أعمال السوق والميزة أفندم في سوق السيارات سيادتك إنه السوق بالكامل مراقب بالكاميرات والتسهيل إجراءات الدخول والخروج للسوق أفندم تم إنشاء 16 بوابة إلكترونية موزعة أفندم 10 بوابات دخول على نسق واحد و6 بوابات دخول موزعة على نسقين نسق حضرتك بيخرج على طريق المحاجر العين السخنة ونسق تاني حضرتك بيخرج على طريق محور محمد نجيبة أفندم تم عمل جميع الشبكات البنية التحتية أفندم للسوق مهربة ومية وحريق وربطها على الشبكات العمومية تم تجهيز جميع مسارات النظم والمعلومات وكده فندم إن شاء الله في خلال الشهر اللي جاي شهر نوفمبر إن شاء الله إحنا بنسق مع الشركة الوطنية للاستلام وبدأ أعمال التشغيل التجريب إن شاء الله فندم ده الشكل النهائي يا فندم من ببيت الجنود والمسجد سيادتك وده المبنى الحماية المدنية الموجود شرطة وإطفة وإسعاف وده المبنى الإداري اللي بيدير أعمال السوق يا فندم ودير المنشآت كل أعمال الاعتقادية والنظم والمعلومات إن شاء الله فندم أنا عايز أتمنى الخدمات اللي معمولة للمواطنين مناسبة تمام سياد طيب في عندك مشكلة في المرافق مية كهرباء تم ربط جنية على المرافق أفندم من كهرباء ومية وحريق على الشبكات العمومية طيب دوني مشكوات تمام سياد شكريم شكرا لحادي أيها وامر يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح الغد إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمرور مئة عام على تأسيس الاتحاد هذا ومن المقرر أن يشمل المعرض والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا افتتاح أولى مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ وتتشين عدد كبير من المشروعات المبادرة يأتي ذلك ضمن الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة والذي تنطلق فعلياته غدا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نفيدا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مضلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والسعي لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجة تعلن مؤسسة حياة كريمة عن تقديم دعم غذائي ونقدي للمواطنين وذلك من خلال توزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية بالإضافة إلى صرف دعم نقدي لنحو 16 ألف أسرة للفئات الأولى بالرعاية وذلك في مختلف محافظات الجمهورية ويأتي ذلك سعيا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تأتي المؤسسة كأحد أعضائه ومؤسسيه مع عدد من الكيانات الرائدة في العمل التنموي في مصر نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعة مدينة السادات زيارة الميدانية للمشروعات القومية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية شمى بمركز أشمون بمحافظة المنوفية تهدف هذه الزيارة للتعريف بإنجازات المبادرة والمناقشة والحوار مع الشباب مع الشباب الجامعة حول المشروعات التنفيذية للمبادرة وتفظيف مشروعات تخرج الطلاب لخدمة المبادرة في الكرة الأكثر احتياجا بالجمهورية وذلك لتحسين مستوى المعيشة لألاف الكرة المصرية في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وتخفيفا عن كاهل المواطنين أعلنت الوزارة عن مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% كما أعدت منظومة أمان عبوات تحتوي على سلع غذائية لطرحها للمواطنين وبتخفيضات تصل نسبتها إلى 50% استمرر للدور الفاعل لمبادرة كلنا واحد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة حتى نهاية شهر نوفمبر المبادرة التي تأتي برعاية الرئيس الجمهورية تهدف إلى توفير السلع بكافة أنواعها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في المعارض والسلاسل التجارية المشاركة فيها المبادرة بتوفر للشعب المصري كل السلع الاستراتيجية اللي هي زيت وصكر ورز ومكارونة كل السلع دي متوفرة وإن شاء الله موجودة متوفرة بكميات معنا الحمد لله احنا متوفر عندنا جميع السلع وقصون السلع الأسسية بأسعار مخفضة للمواطن المصري وبتنسم كل فئة المواطنين وبأسعار الحمد لله من نسبة للجميع 34 سلسلة تجارية و1051 فرع للسلاسل تجارية على مستوى الجمهورية تشارك في هذه المرحلة من المبادرة بطرح كميات كبيرة من السلع بجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين بأقل تكلفة وكلها معضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت إضافة إلى توفير هذه السلع في المعارض الرئيسية والفرعية التي أقامتها الوزارة بالتنصيق مع كبار التجار في الشوارع والميدين الرئيسية بمختلف المحافظات عندنا أسعار الزيت والسكر والمكارونات كلها سعر كويس والديق كمان وكل المنتجات الاستراتيجية للبيت أو ممكن جبن أو كلام دود هي متوفرة بأسعار كويسة المبادرات دي الحقيقة من العوامل أو من الحاجات الرائعة اللي بتقدمها الحكومة في زل تباين الأسعار الحادث حالياً وفي زل الزفاع العام للأسعار على مستوى العالم النهاردة ده بيدعم شوية محدود الدخل زاوي الدخل المنخفض وبيعاون الكثير على توفير احتياجاتهم من المواد الرزائية وقد لقى الإعلان عن مد فترة المبادرة إشادة واسعة من المواطنين وإشادة أيضاً بالدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وإسهاماتها الفعالة في دعم ومساندة الأسر المصرية من خلال هذه المبادرة المبادرة بتاعت سيادة الرئيس يعني فرصة عظيمة لنا يعني إحنا نيجي النهاردة يعني ناخد حاجاتنا اللي إحنا نحتاجين ناوي كل حاجة موجودة من ناحية اللي هي الحاجات اللي كل بيت بيحتاجها اللي هي السلع الأساسية يعني أنا كل اللي مني يبقى موجود لما أوجد برضو الرز والزيت والمكارونة والسكر الشاي الحاجات اللي هي دي كلها اللي بيحتاجها كل بيت أنا بحيط سيد رئيس الجمهورية على المبادرة دي لأن أنا بقى لي حوالي ثلاث سنين في الأزمات بتاعت الكورونا والأزمات بتاعت الحرب بتاعت أوكرانيا ما نقصش حاجة من السوق منظومة آمان ومساهمة منها في تخفيف الأعباء عن كهل الأسر المصرية قامت بإعداد عبوات تحتوي على سلع متنوعة بهدف طرحها للمواطنين بتخفضات تصل إلى خمسين بالمئة عبر ألف وستة وعشرين منفذا سابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام وكلها معضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت كما قامت منظومة آمان بتوزيع تلك العبوات بالمجان على المواطنين الأولى بالرعاية من قاطين المناطق الحضرية الجديدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات تسعى وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم في إطار المبادرة بتخفضات كبيرة وهو ما اتضح من خلال حرسيها على مد فترة المبادرة ليتمكن المواطنون من شراء متطلباتهم واحتياجاتهم بأقل تكلفة هذا وقد وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حرب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 521 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 142 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 17 طن ونصف طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 124 طن ونصف طن كما تم ضبط أيضا 723 قضية في مجالي قضايا المخابز من بينها 240 قضية خبز نقص الوزن و176 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 26 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 298 طن عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية جديدة بنقابة المحاميين ضمن جلسات الحوار الوطني والتي أطلقتها خلال الفترة الماضية وتنولت الجلسة لاستماع لأراء المحامين والشباب فيما يتعلق بقضايا المحاكم والتحول الرقمي واستمع أعضاء التنصيقية للمقترحات المتنوعة التي تهدف لتحسين النظام القضائي مما يسهل طبيعة عمل المحامين في المحاكم المختلفة ويدفع بالنهاية لتيسير حصول المواطنين على حقوقهم بطريقة أسهل وأسرع النهاردة بقيم الجلسة هي من أهم الجلسات الحوار الوطني التي مرنا بها في الأسبوعين لأنها قبلت فئة مهمة جدا وهي فئة المحامين ليه فئة المحامين مهمة؟ لأن فئة المحامين هي الفئة المحتكة بكل المواطنين الجلسة النهاردة كانت مهمة جدا المحامين النقابة تكلموا عن تغيير قانون المحامية عن فرض الضرائب والرسوم المختلفة في المحاكم فالجلسة النهاردة كانت ممتازة وإحنا أخذنا منها التوصيات بتاعتهم وإحنا هنوصلها نطلعها للقادة السياسية دا دورنا وما إن المحور السياسي في الحوار الوطني فيه جزء مهم جدا بيكلم على النقابات المهنية فكان الأولى إن إحنا نيجي أكبر نقابة في العدد والتأثير استمعنا إلى الكثير من الموضوعات والحلول كمان اللي ترحى بعض المحامين طبعا في بعض المشاكل اللي تتعلق بالمواطن والمحامي والتقاضي إن شاء الله إحنا سمعنا المشكلات دورناها بنعرضها على أعضاء مجلس الشعب والشيوخ بتنسئية شباب الأحزاب وسياسيين وصياغها وطرحها على الإدارة الفنية للحوار الوطني وعقدت تنسئية شباب الأحزاب وسياسيين جلسة نقاشية في المقطم مع ممثلين لجميع طوائف المجتمع من شباب ورجال دين وبعض شباب الأحزاب حول محاور الحوار الوطني وما يحتدون تنفيذه من مطالب متعلقة بالتعليم والصحة والشباب والرياضة والمحليات خلال الجلسة تم تأكيد على ضرورة استمرار حالة الحوار حيث إن تنسئية شباب الأحزاب وسياسيين في حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كافة القطاعات كما شهدت الجلسة عقد دورات تدريبية للسيدات على الحرف اليدوية لتوسعة مصادر رزقهم وفرض رقابة على السلع التموينية وتغيب الطلاب عن المدارس وضرورة التشابق بين الأحزاب لخدمة المواطنين عقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بمكر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية تحنوب بشبين القناطر بالقليوبية بمشاركة ممثلين عن القوى السياسية والأحزاب والمواطنين وخلال الجلسة تم تأكيد على اهتمام مجلس أمناء الحوار الوطني للاستماع لكافة المقترحات والأفكار والتي من شأنها إثراء الحوار الوطني كما شهدت الجلسة للسماع لحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري خاصة الاقتصادية والاجتماعية الحوار بيشمل أكثر من محوار محوار سياسي محوار اقتصادي محوار اجتماعي عندنا زي ما انت شايف مجموعة من القوى الوطنية مجموعة من المسلمين لحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وكمان من المواطنين العاديين لشأن يطرحوا أفكارهم ومشاركتهم بكل بساطة الحوار الوطني وعيز أسمع عراقك وعيز أسمع المشاكل اللي انت عايز تتكلم فيها وده أولى الحوارات الوطنية فتح حنوب وطبعا الحوار الوطني عشان نعرض على الناس الأعمال اللي تمت في السنين السابقة بالنسبة للدولة ونوجههم بالنسبة للأحداث اللي بتدور في البلد ونعرض عليهم بقى الخدمات والمشاريع اللي تعاملت من كبار رئاسة الجمهورية تحت رئيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنسمع دايما كلام الناس وقراءها والنقشهم في المواضيع دي وبنعمل زي توعية أو توعية ثقافية بالنسبة للناس عن الحوار الوطني الموجود في البلد يعني الأحداث اللي دايرة في جمهورة مصر العربية تتواصل الاستعدادات والانجازات التي تجرى على قدم وساق بمدينة شرم الشيخ انتظارا لمؤتمر المناخ قب 27 للمزيد من المتابع ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية يعني ضعنا في آخر التفاصيل لديك حول استعدادات مؤتمر قب 27 بالفعل استعدادات ولمسات نهائية وأخيرة لاستقبال هذه القمة الدولية المهمة نتحدث عن نحو ثمانية أيام فقط لاستقبال هذه القمة قب 27 هنا في مدينة شرم الشيخ بداية أنا متواجد أو موجود الآن في الممشى السياحي الذي تم الانتهاء منه مؤخرا من اللمسات النهائية بطول 6 كيلو مترات وهو يحتوي على عدة مسارات من هذه المسارات أيضا مصر للدراجات وهو أيضا معمول بشكل صديق للبيئة يستخدم مواد صديقة للبيئة أيضا الإنارة من الطاقة الشمسية نتحدث أيضا عن المنطقة الخضراء التي أيضا انتهت وتجهزت لاستقبال هذه القمة الدولية حيث تم الانتهاء أيضا من تجهيز القرية البدوية وهي من المقاصد السياحية والترويجية لزوار وديوف مصر في مؤتمر كوب 27 بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال المسطحات الخضراء أيضا في حديقة السلام البيئية داخل المنطقة الخضراء وأعمال داخل المنطقة الخضراء بالإضافة أيضا إلى أعمال التشجير والإنارة في عموم مدينة الشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء قام أمس باستقبال الثلاثة من الشباب الذين قاموا برحلة بالدراجة الهوائية من القاهرة وحتى مدينة الشرم الشيخ وهذه رحلة رمزية للتعبير عن استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة أيضا في هذا الإطار محافظة جنوب سيناء تقوم أو قامت بالفعل بمشاركة عدد من مؤسسات الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات صديقة للبيئة هنا في مدينة الشرم الشيخ نتحدث عن محطة نبق للطاقة الشمسية التي تعمل بقوة 20 ميجا وات هذه أيضا محطة الطاقة الشمسية التي تغزي العديد والكثير من الفنادق هنا في مدينة الشرم الشيخ كلها تعمل بالطاقة النظيفة نتحدث أيضا عن مزيد من مشروعات الصديقة للبيئة ومشروعات قدراء مثل أعمال زيادة التشجير وأيضا هناك عشرة ألاف نخلة ضمن مبادرة 100 مليون نخلة التي بادر بها رئاسة الجمهورية نتحدث أيضا عن مشروعات كثيرة قامت بها هنا المحافظة بالتعاون مع مؤسسات الدولة للاستقبال هذا الحدث الدولي الهام وجذلك كله طبعا ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي تسعى فيها مصر لزيادة المشروعات الخاصة بالطاقة النظيفة ومشروعات الاقتصاد الأخضر كل ذلك في إطار استراتيجية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وأيضا تقليل الانبعاثات الكربونية التي كانت هي السبب الأساسي في هذه التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم الآن بالتالي أصبح الوضع هنا في مدينة شرم الشيخ أيام قليلة تفصيلنا عن هذه القمة المرتقبة بمشروعات الله تعالى واللمسات النهائية نحن الآن في اللمسات النهائية التي تمت على هوبة الاستعداد هنا في مدينة شرم الشيخ للاستقبال هذا الحدث الدولي المهم أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني على هذه التفاصيل مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني كنت معنا عبر الهاتف من مدينة شرم الشيخ أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عزبها المشاركة في مؤتمر تغير المناخ كوب 27 والمزمع عقده في 6 نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ وبحسب ما ورد من مجلس الوزراء الإيطالي فسوف تتوجه جورجيا ميلوني إلى شرم الشيخ في الفترة من السابع وحتى الثامن من نوفمبر وستشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات في كوب 27 والتي ترأسها مصر هذا العام في أول رحلة خارجية لها منذ توليها الرئاسة الحكومية الإيطالية في 21 من أكتوبر القاري انطلقت أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزري تحضري لمجلس جمعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الحادية والثلاثين والمقررين عقادها في الأول والثاني من نوفمبر المقبل برئاسة الجزائر يناقش المجلس إقرار مشروع جدوى الأعمال القمة في شقه الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتحسين حياة المواطن العربي ويتضمن أيضا جدول الأعمال العديد من الأطرحات الجديدة في إطار التكامل الاقتصادي العربي أكد الأمين العام لجامعات الدول العربية أحمد أبو الغيت قدرة العمل العربي المشترك بمفهومه الأشمل والأعم على تجاوز الصعوبات والتحديات من خلال النجاح في الاستخدام الأمثل للطاقات العربية البشرية والمادية المتاحة وخلال كلمتي أمام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس الجميع العربية شدد أبو الغيت على دور المنظمات العربية المتخصصة باعتبارها أذرعا فنية لهذه المنظومة مشيرا إلى دور المجالس الوزارية المتخصصة بصفتها آليات عربية تنشط في شتى المجالات التنموية أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نظام الاقتراع الجديد وهو الاقتراع على الأفراد بدلا من نظام قوائم لن يقصي أحدا في الترشح في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل كما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية أن عدد المتقدمين للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بلغ 1427 مرشحا بدميع الولايات وذلك بعد إغلاق باب الترشح أمس تسلم رئيس الوزراء العراقي محمد شيعة السوداني مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة العراقية وتسلم السوداني مهامي خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى القاظمي كان البرلمان العراقي قد منح الثقة خلال جلسة عقدت مساء أمس لحكومة محمد شيعة السوداني ومن جانبه أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد أن تشكيل الحكومة الجديدة هو خطوة أساسية لتداوز الأزمات مشددا على ضرورة أن تنال الحكومة الدعم لتلبيات تطلعات الشعب وطموحاته ناهيا جمودا تجاوز العام مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شيعة السوداني بعد عرضه لبرنامجه الحكومي الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت البرلمان أقر اختيارات السوداني لـ 21 وزارة خلال تصويت لاختيار وزراء الحكومة السوداني ألقى كلمته أمام البرلمان مؤكدا خلالها تحمل المسؤولية في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات وصراعات كبيرة واعدا ببذل الجهود من أجل النجاح بروح طليق بشجاعة العراقيين كما شدد على عزمه العمل مع مجلسي النواب والقضاء لتشريع وتحديث القوانين الخاصة بالاستثمار إن نجاح من هاجنا الوزاري ينطلق من إيماننا بأن العراقيين بمختلط قناعاتهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم كلهم أبناء وررة لعراقنا الحبيب بحسب الشياع فقد تم الاتفاق بين جميع القوى السياسية على البرنامج الحكومي الذي تضمن العمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية مبادئ وضعتها الحكومة تقوم على وقف التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات إلى جانب تمويل وإنجاز المشروعات التي لها وقع مباشر على حياة الموطنين والخدمات المقدمة لهم فضلا عن مكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدود الدخل محمد شياع السوداني وهو محافظ ووزير سابق كلف في الثالث عشر من أكتوبر الجاري بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس عبداللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه عملا في تحقيق إصلاحات والخروج من نفق الانسداد السياسي إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث كلفها الرئيس الروسي فلادامير بوتين وزير الدفاع سيرجي شويغو بالانتهاء من عملية تطوير القوات المسلحة الروسية في أسرع وقت ممكن ومع إعلان روسيا اكمل تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط توجه بوتين بالشكر للجنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم على وطنيتهم وأشار إلى أن الخطوات المتخذة في عملية التجنيد خلال التعبئة ساهمت في تجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المطلوبة فيما أعلن وزير الدفاع الروسي إرسال 82 ألف جندي من الاحتياط حتى الآن إلى أماكن القتال أعلن الرئيس الأوكراني فلادامير زيلنسكي عن إسقاط الجيش لـ 23 طائرة مسيرة بدون طيار أجنبية خلال اليومين الماضيين بالإضافة إلى مروحيات عسكرية روسية وسواريخ موجهة وقال زيلنسكي أن روسيا قصفت أيضا منطقة باشتانكا بينما تضررت عشرات المباني السكنية والمنازل في مدينة تيكوبول من جراء القصف ولحقت بخطوط نقل الطاقة والمنازل وشبكات الكهرباء أضرارا جسيمة مما حرم حوالي ألف منزل من طيار الكهرباء أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنطونا بلينكين أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم 275 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بما يشمل أسلحة وذخائر ومعدات من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية وأضاف بلينكين أن أول منظمتين للدفاع الجوية من طراز ناسماس مقدمتين من الولايات المتحدة جاهزتان للتسليم لأوكرانيا الشهر القادم مشيرا إلى أن واشنطن تعمل مع الحلفاء والشركاء لتمكين تسليم أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم إلى أوكرانيا موسيقى قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوها الحالي الذي يبلغ سبعة ونصف بالمئة سنويا من جانبي أكد رئيس الوزراء الروسي ميخايل بيشستين أن استخدام الغرب للدولار كسلاح قوض مفاهيم الاحتياطيات المالية الدولية وأضاف رئيس الوزراء أن أحداث الأشهر الأخيرة تؤكد حاجة رابطة الدول المستقلة إلى التركيز على فرص تعزيز استقلالها التكنولوجي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الدولار كسلاح لتحقيق مصالحها وخلق المشاكل حول العالم لذا على الدول الأخرى أن تجري معاملاتها بعملاتها الوطنية ارتفع معدل التضخم في إيطاليا في أكتوبر الجاري إلى 11.9% على أساس سنوي وهو أعلى معدل منذ شهر مارس من عام 1984 ودأت هذا الارتفاع في معدل التضخم مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 73.2% في أكتوبر مقارنة بزيادة بلغت 44.5% في الشهر السابق أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في ألمانيا سعد بنسبة 10.4% في أكتوبر الجاري وقد نمى اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام حيث نجى أكبر اقتصاد في أوروبا من خطر الركود في الوقت الحالي على الرغم من ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.10% مقارنة بالربع السابق وفقا للأرقام المعدلة موسمية ارتفع انفاق المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي بينما استمرت ضغوط التضخم الأساسية وقالت وزارة تدار الأمريكية أن انفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 6.10% الشهر الماضي وتم تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر ارتفاع الانفاق بنسبة 6.10% وليس 4.10% تما ورد سابقا ندد مبعوثون نوويون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين قصيري المدى وهي أحدث تجربة إطلاق صواريخ في عام شهد عدد قياسيا من هذه التجارب هذا وقد قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان رسمي أن تطوير الأسلحة النوية والصاروخية لن يؤدي إلا إلى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي تحذيرات وتهديدات وتنديد ووعيد وكوريا الشمالية لا تلقي لها بالا إذ إنها قامت بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في أحدث عملية إطلاق صاروخية تجريها بيونج يانج تجربة بيونج يانج جاءت في وقت حذرت فيه سول من أن الزعيم الشمالي كيم جونج أون قد يكون على وشك إجراء تجربة نووية أخرى الزعيم الشمالي أطلق الصاروخين وكرر تجربته مرات عدة كرد على التجربات العسكرية التي أجرتها الجارة الجنوبية مع الولايات المتحدة واستمرت 12 يوماً وشاركت فيها أيضاً أكثر من 100 طائرة عسكرية أمريكية وكورية جنوبية كوريا الشمالية بررت تجاربها الصاروخية واعتبرتها تدابير مضادة ضرورية حال أي عدوان أمريكي عليها إطلاق الصواريخ البارسية المتكررة دفعت سول وواشنطن للتحذير مراراً من أن بيونج يانج قد تكون على وشك إجراء تجربة نووية أخرى للمرة الأولى منذ عام 2017 بعد سلسلة عمليات إطلاق لصواريخ بارسية في الأسابع الأخيرة فالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أعلن أمام البرلمان أن بيونج يانج على ما يبدو استكملت الاستعدادات لتجربة نووية سابعة تحذيرات جاءت من واشنطن وتوكيو وسول أكدت أن إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية سيستدعي رداً قوياً غير مسبوق متعهدين بتوحيد الصفوف بين الحلفاء الأمنيين الإقليميين ضد كوريا الشمالية قررت الولايات المتحدة إخراج أقوى رأس حربي نووي من الخدمة في ترسانتها والتخلي عن خطط إطلاق صاروخ كروز نووي من البحر وأعلن البنتاجون ذلك خلال النسخة الجديدة من استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية والتي أوضحت أن سبب إخراج الرأس الحربي النووي من الخدمة هو زيادة تكليف سيانته تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في جنوب الفلبين في وفاة 67 شخصاً على الأقل بالإضافة إلى عشرة المفقودين مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ البحث عن مفقودين هذا وقد أوضح وزير الداخلية في منطقة بانجس مورا أنه طول الأمطار الغزيرة ناجم عن اقتراب عاصفة مدارية تسببت في حدوث هذه الفيضانات والانهيارات الأرضية وقد أثرت على عدة بلدات قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي شددت على أنه سيتم تنبيق أعمال السنة على صفوف النقل بداية من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي بواقع عشرين درجة المترجم للقناة أحرز فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي لقب بطولة الصوبر المصري بفوز على النادي الزمالك بهدفين دون رد وذلك في المباراة التي أقيم بينهما على استاد هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي أحرز هدفي الأهلي كل من برونو سافيو وكريم فؤاد ليرفع النادي الأهلي رصيدهم من الألقاب في بطولة الصوبر إلى 12 لقب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصدنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية نشرة التسعة وهذا تذكير بأبرز العنوي خلال تفقده مدينة السيارات المتكاملة الرئيس السيسي يوجده بتوفير دميع المرافق العامة وتعزيزها بنظام الأمان الرئيس السيسي يحضر صباح غد الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة إيطاليا تسجل أعلى معدل تضخم منذ عام 1984 بواقع 11.9% على أساس سنوي نهاية نشرة التسعة شكرا للمتابعة شكرا لطيب المتابعة قدمنا لكم نشرة تسعة من التلفجون المصري دونتوب في أمان الله إلى اللقاء